السلام عليكم كديري اللبس عليكم كانت منا تكونوا على خير وفي خير وما نقصكم حتى شي خير ومرحبا بكم معايا من جديد في قناتكم وطبخ حليما الفيلاليم مع فيديو جديد اليوم اجبت لكم طريقة خطيرة باش توجدوا الملوي بوحد الخلطة ديال الطريق اللي رائعة بزاف جوش طريق باش قد نحضروا إما ملويات عاديين من السمين وإما نوجدو مخيم مرات معمرين صغر بلا ما نحتاجون الكولوجينة و بلا ما نحتاجون نديرو مجهود كبير باش نوجدوهم اول حاجة سنأخذوا الدقيق ديال الفورس تقريبا جوز لايف ثم ديرو الكمية اللي بغيتو جوز لايف ديال الفورس مع ازلافة ديال الفينو او ساميد الرقيق او دقيق القمح الصم شوية ديال ملح شوية الخمارة محدد مع العرقة صغيرة تقريبا مع اما السقر اما العسد اللي بغيتو ديرو انتو ما يعني على حساب الرغبة ديالكم اللي توفر لكم سوفي هادي نجمعو العجينة عادي قبل ما حتى نحصو العجينة نتماسكا ما تكونش قاسحة بالساف لينه ما زال يشرب و ما تكونش عبتاني طبا كتر من القياس شوية اعتاد لها طب هيك نشمعوها غادي نديرها في بلاستيكا و نخليها الوقت الكافي حتى كترتاح كل ما ارتحت كل ما تدلكت الرأسها يمكن نحتاجوش منك في اول فيديو كنت استدرتها معكم مش حال هادي كنت اقول لكم ان انا كان بيتو يعني كان دير العجينة ديالي و كان ديرها في بلاستيكا و في علبة و كان بيتو ليلة كاملة و في الصباح عاد كان نخدم به ممكن او لا قديرو في الصباح و ما تبقيوا فلاشية تتخدموا به كل ما ارتحت كل ما كنت هنيكم عندكم روبو او لا اجانة دلكو عادي هنا الجوز اولا النصف قدرتو عادي خليته و النصف ثاني ازدو شوية ديال الخميرة بيتهم الخمرات اي باش النوع فقط ممكن بجوجهم ديولهم من الخميرة يقليكم الاختيار صافي هنا يدخلت هذه الخميرة اللي يدوبتها بشوية ديال الماء في العجينة صافي و خديت العجينة اللوولة هي اللي كان قطع دابة والعجينة الثانية ارتحتها ترتاح شوية عجينة واحدة يقسمتها هناك ما كنت لاحظوا ما كنت لاحظوا ما كنتلوش يدينا بزافة الزيت غيية شوية في اللوول و كان بدا كان نفرق بلا منقص كل واحدة بالزيت حتى كان قددهم بالقياس اللي بغيت كان بدنا ندهن فيهم و بنفس الطريقة نقسم العجينة الخرانة كما رح تدر كواهرات كبار كل واحدة نخرج منها جوج وبالنسبة لها دي كذلك يعني نديرهم تهم بالنفس القياس باش كنختصر عليها الوقت و المجهود سوف نستمر حتى نقسم العجينة ديالي كاملة و غادي نبعد غادي نعلمهم بشي حاجة أو كل حاجة ديالوها في بلاتوب و حديته اللي فيها الخميرة و اللي ما فيهاش باش نعرف حفرتها لي شوية باش نعقل عليها طب هناك نحاول ندهنهم بالزيت و نغطيهم و نخليهم يرتاحوا تقل من واحد من الساعة كل ما ارتحت العجينة كل ما كتعاوننا و كتطلق لنا بسهولة و ما كتعد بناش و من الأحسن نغطيها بالبلاستيك العادي أو بلاستيك الغذائي بلاستيك الغذائي يبقى مجموع عليها و ترتاح كثير و لو كتبقت عليها را كنت نشوف الوجه ديالوها و تبقى مبعد تقطع سوف ندر واحد من ديال فوق منها و نخليها على جنب و فالأثناء سوف نجدوا تتخلي الخلطة سنة الماضية وجدت معكم خلطة عادية سوف نفسها و كانت تلقى تستحسان يعني و عجبات بزاف ناس جربوها هاد العام نفسها زيت ليها غير الأعشاب المنسيمة هنا كما لحتوا درت الفينو درت الخمارة و درت النشان نشاكت أعطيت ورق كثير و من بعد خلطت و اشتحال كيمياء الفينو اللي غندير عاد زيت زعتر زيت مجفاف و أي نوع ديال العطرية عندكم درت العطرية اللي كفتة و كده عطرية ديال الحوت عطرية ديال الدجاج اللي بغيتو ديروها زيت شوية ديال البزار و بلية ذاك الخليط ما زال جاري غادي نزيد الفينو غادي نطحن كل شي حتى كي يقولي منساجم لانا ذاك الزعصر او لا ديالت توابيل اللي بقات يعني صحيحة غادي ديرنا مشكلات قد قطعنا العجينو صافي كي تكون واجدة او ممكن يعني الصغناء والتوابيل و تديروا غادي الخالطة بوحدة من السم او ملوي من السم هناك كما لاحظت لانا تكون ارتاحا كانت تلقوها بزيت بوحدها طبعا ممكن اضع زبدة مع الخليط او زيت بوحدها اللي بغيتو كانت تلقوه كانت تلقوه ذاك الخليط منزيل و كانت تلقوه بزيت 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 هذه المرحلة كانت تلقوه ماشي تلقوه بوحدة كانت تلقوه صافي و كانت تلقوه على جنب و سوف نستمر منذ الطريقات حتى ندير العجين الاول كامل كيف قلت انا ندير معكم جوج ديال الطرق هذه الطريقة الأولى و كل وحدة نخرج منها جوج و الطريقة الخورة ستكون مختلفة عليها هذي كيلة بغينا طبعا نعمره المخيمرات او الملويات سوف نستمر حتى نكمل العجين بعد طريقة نخلي ذاك اللولة اللي ترتاح بغينا نطلقها تلقوها يعني مرتاحة نحن ندير منذ الاولى نخدمها بهاد الشكل نحن نطلقوها نقسمها على الجوج و كل جوز اما بهالطريقة نشبه و نطلقوه و يدينا مرخوفا و نجعله حتى نجعله نسد الملوية من نفس الطريقة نحاول نجبد هنا مورقة اكتر بهذه الطريقة انا مدرس كما لاحظوا الخلطة من الفوق لان هذا جاء من طويت كنتية من الفوق بين الكوم نقصة اعودوا دهنو عادروليو سوف نضغط مزيان و نخليهم تحت البلاستيكة باش توم ما كيرتحهم حيث نسليهم ضغية و نظلهم طيبون و نلقون من رسولين بسهولة اعطنا الطريقة الثانية غير شكل طرق و نتلقي وحدا و نجبدها و نجبدها بحالي نجبدها نجبدها و نرخفوه و ننطوي و نجبدها و نرخفوه بش مجيناش مزيارة من الداخلة و نتقصر نستمر بها الطريقة نكملهم كاملين ونشوفوا الشكل الثاني اللي خامر نضيف كل قرية نضيف خلطة نحس بكائن ونضيف نضيف كائن ونضيف نضيف نضيف الكائن نضيف نضيف فوق منها نضيف نضيف كل شيء العملية تسهل علينا من هذه الجوج نخرج وربعة المليويات او مخيمنات صغرين يمكن وجدوهم مرة وحدة ما تبقوش كل وحدة نتلقوها بوحدتها ونربعوها وعد نشملوها سوفي غال نستمر نطلق انا ممكن ما ترقوش وم بعد من تقطعو على 4 عاد كل وحدة تخدموها بوحدتها او ممكن تتلقوش كوية وم بعد عاد ترقوه ولا بغيته لكم الاختيار أنا دائماً كنقول لكم خصوصاً المبتدئات متكنوا كتلقوا بدأوا بالجوانب ما تخليوا في الجوانب بيهم بدأوا بيهم جروا والوسط كيتجر معاه وطماتيكمو كيبقي يتجر وكييرقاق أنا كنديروا الخلطة ديانا كي نقول ترى ممكن تستغنائوا على التوابيل لما كتبغير بشي بحال هاد الماضاقات وبغيروا ذاك شي كون نوتخ يعني ماضاق لي هو ما تحسوش به ممكن يعني هذا اقتراح فقط باش نغيروا طريقات الملوين اللي هو أساسي عندنا احنا كمغرضة كن هاد مجدو دائماً نبدله واحد شوية هنا كما لاحظتو كنطوي على شكل مسمنا عادي كندير الخلطة عبتاني من جديد وكنطوي صافي ونخليها على جلب هدي نستامح تكن قدهم كامل غدي يعطوني ربعات ديال المسمنات كبارين كل أحدا غتخرج لي ربعات هي 16 الملوية صغارين أولا مخمرة نفس الطريقة صافي غدي نطلق وغدي ندير ديال الخلطة ديما ديروا خلطة بزايد باش كيجيوكم مرقين بكتر ولسألات لكم أعاودوا بنفس الطريقة مباشرة لديك الساعة ديروا في الخلط أنا كيف سكن نوري لكم غير باش شدلوا العبار ديالكم ديال سلفينو اللي غاد ديروا كندهن وكنطوي اخليوهم يرتاحوا بدوا باللولة كنتلقوها بهاد الشكل وكنقطعو على ربعة باش كنعمروا بالنسبة للحشوة ديروا اللي يبغيتو كيف تابع البصلة والفلاثيل جيل أي حشوة قد تفضلوها ديروها غي تكون مقطعا ديالك شي مقطع رقيق باش مين تقرسوهم ما يخرج ما تقطع لكم شلعجينو وخا حنا نرغان ديروا حد طريقة لها تبقى الحشوة الداخل وما تأطرش على العجينو غير وخاها كالحتياتا ممكن ديروا الحشوة ديال السيتون والسعتار والجبن وممكن ديروا غير جبن بوحديتو يعني هنا أعطيتكم غير طريقة وانتم معمروا باللي بغيتو أنا بصراحة ما كاجح عندي الوقت ما درت حشوة اكتفيت بقط بالجبن هو اللي انزياء كي هزوين وممكن ترافقوهم مع العسل يلي يدرتوهم بلا زعترو دكشي ممكن أنا بصراحة كي عجميم يكونوا نطخ كي ندير معهم العسل يعني ديال الجبن كي يجيو رائعين بالعسل هنا كما نحتوم ينقرس هاد المربع كنقرس للجواني فقط وكنخلي الوسط غليط باش الحشوة كتبقى ليا الداخل كي دينيش لدى الفوق وتخرج ليا وتبقى ليا تحت عامر بالعجينة كنحاول نجمع دوك الأطراف نسدهم زيان باش ما يكونوا وكنطيبوهم لا مشكل وممكن حتى هادو تدروا فيهم الخميرة لكم الأختيار نقرس تقريبا كامل حيث ما نطيبو مش في المقلاء باش نبقى كنا نقرس حدايا فانحتاج واحد الكمية اللي غري انطيبة في مرة في البلانشة كما كتعرفوا فالي طيب في خطر وكتسر بينا لإذا قررس اعد لكتطيبة كنشعلوها على عافية مجهدة يعني على الخمسة باش كتخلي من المسمن دي انك تنفق وردوا البال قاو كتقلبو هيدديروهم واحد شوية على مات سري وتحطوها دو كترجعوا للولا قلبوها فكتطيب كتسر بي كل شي نفايت شاكتها معكم في انستغرام طيب في بها الحرشة كتنفع بزاف دي الاستعمالات عندو ماشي من الموقع يعني را عندو المحل هنخلي لكم رقم دي الهنا في شاشة من الناس اللي مكي يعرفوش صندوق الوصف باش تواصله معاه والمعلومات الخراء لو بغضو تطولوا الصفحة وتشوفوا شنو عندو طبعا ممكن غير عندو تل محل يعني ايش حاجة اللي هي طيقة طيب غادي نستغمر وكنزولوه يعني ممكن انك ما انا كما اتلاحظو هنبدأ نحز فيه ونزيد كيمية اخرى ديال المسمن نطيب كل شيء مرة وحدة وبالنسبة للملوي الاخر او للمخيم الملات الاخرين هما غنسة لهذا بنبدأ نطيب فيه بالنسبة الناس اللي كيسولوني واش كتفا فأكيد كتفا حيط تخدم بطرنصفور كي يقول لطرنصفور حلقة يعني ممكن تصل لواحد الجهد بزات كتفا باش كتبرد ما تخلي لحاجة تتحرق غينتي غا تول فيها ودو بداية تستعمليها في الدار غا يتعافي تتعاملي معها صافي هادو المخيم مرة تردو البال باش ما يتحلو لكم تسدوهم يعني من تقرس تسدوهم من تحت وعا تقرس وديروهم بهذا الشكل كما لحطور هالحشوة ما كتطلع لش نهائية الفوق كتبقى في الوص بديك الطريقة اللي تردو البال كما لحطور يبدو يتحمروا في ساق المنسالي مقلبهم باش يتنفخوا ليم زيان وطيبو مقدم طيب يتطمر تقنطيب الكيمية اللي عندي كاملة ونرجع نشوف الشكل نهائي ديالهم اكيد كيهي وبنان بزاف بزاف وسهل في التحضير هالكيمية اللي وجدت كاملة في واحد الوقت اللي هو وجيز وكيف قلت العجين هتخلي واكل مرتاحات كتعجين رأسها محتحت المجهود بزاف وكذلك يعني كخفة ولاصة ممكن تنسمو يعني تخليوا الملوي ديالكم او هدا بلا تنسيم فقط الخلطة الخرافة كتعطي واحد النتيجة غزال بزاف كتبتها شاكت معكم في السنة الماضية ذاك الملوي الكبير بالضبط دبا نديروه في الملوي الصغير حلاش الله وعجباتكم بزاف الناس اللي كيبغي يديرو الملوي بزاف نسمى اي حاج بحلاكية وكيبغي يحتفظو بهم يعني خصوصا اللي كيكونو خدامات او كيجيو مضيف على غفلة فاكيد ممكن بنسبة المتادئات هاي كونو ما عافيش المعلومة او لا ما متأكدينش فاكيد غير ما طيبوه ما تكملو لش الطياب حمرو غير شوية غير تنفخ زولوه باش مي كتبغيوه كتكملو لطياب وكيجي هو هادك ديلو في المجمد متبغيوه دي كونجولا وكملو الطياب ديلو كيجي رائع بزاف موراق الديد وكيدي لجربته هدي عجبكم شكرا لكم دائما على اللي كلي 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 ولي على التعليقات وإلى اللقاء في فيديو وفوصفة قادمة إن شاء الله مع السلام